كان إماماً للمجددين ومرجعاً للكثير من أئمة وكبار علماء الأزهر الشريف كانت له أكثر من 900 فتوى رغم أنه كان أول مفتي مستقل عن مشاخة الأزهر الشريف فاستحق بالتالي أن يكون إمام المجددين هو الإمام محمد عبد في مصر أرض المجددين الإمام محمد عبده محور مشروع التجديد عنده بني على الاختيار الفقهي وعلى الاختمام باللغة وعلى إصلاح الإدارة فكان جامعاً بين الإصلاح والتجديد بنى كثيراً من تلامذته الحاملين لمشروعه الفكري التجديدي فيما بعده لنحو 100 سنة رحم الله محمد عبده وألحقنا به على الخير آمين السلام عليكم فضل الدكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً وسهلاً أولانا اليوم محطتنا الحقيقة محطة مهمة وملهمة مع إمام المجددين الإمام محمد عبده أولاً ماذا يقول عنه فضل الدكتور عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا محمد عبده وهباه الله سبحانه وتعالى فكرة الإصلاح وفكرة التجديد ودائماً بنفرق ما بين الإصلاح والتجديد أن الإصلاح بيفترض أو بيرى أن ما سبق كان خطأاً والتجديد يرى أن ما سبق كان خيراً ولكن لكل زمان واجب يجب علينا أن نعيشه ويجب علينا أن ندركه ويجب علينا أن لا نقصر في فعله محمد عبده كان يجمع بين الاثنين فهو مصلح ومجدد ومن هنا نرى أنه في مشروعه التجديدي أراد أن يتعامل مع الواقع يتعامل مع الواقع أي أنه يريد أن يدرك الواقع هذا أولاً وثانياً يريد أن يتفاعل مع الواقع هذه ثانياً وثالثاً يريد أن يؤثر في الواقع وأن يغيره إذا كان يحتاج إلى تغيير فهذا هو مشروعه التجديدي الذي يبدأ من التعامل وليس إدراك فقط بل التعامل مع الواقع رأيناه هذا وهو في الواقع المصري رأيناه هذا وهو منضم إلى الثورة العربية رأيناه هذا وهو منضم إلى مدرسة جمال الدين الأفغاني ثم يختلف معه من أجل أيضاً قضية التعامل مع الواقع كان جمال الدين الأفغاني يقدم الدولة على الأمة يقول لا إحنا نبدأ بالدولة نستولي على الدولة نتحرك من الدولة ثم بعد ذلك نحمل الأمة حملاً على الالتزام على التطوير على التغيير على الانطلاق على الحضارة على التعليم كل هذا لابد أن يأتي من فوق إلى تحت الإمام محمد عبدو كان يرى العكس كما أفاض في ذلك رشيد رضا فيه الأستاذ الإمام كتاب في ثلاث مجلدات يترجم فيها لشيخه رشيد رضا ما شافش جمال الدين الأفغاني لكن شاف محمد عبدو وهو أنه يقدم الأمة على الدولة يعني صلح الناس يعني علمهم يعني خليهم يعيشوا في عمال وفي نظام وفي كذا هتلاقي في النهاية أن الدولة متقدمة ودولة صالحة لابد من الإسلام بالذات لابد من مخاطبة الجماهير دي من القاعدة إلى القمة من القاعدة إلى القمة ما ينفعش من القمة إلى القمة تبقى ديكتاتورية ويبقى فيها حمل وإكراه والإسلام بيقول لا إكراها في الدين قد تبين الرجل من الغي فلابد من البدء من الأمة واحد زي حسن البنة ده هو وهو تتلمذ إلى رشيد رضا بدأ بالأمة يعمل مستشفيات مستوصفات يعمل نشاط للجوالة يعمل مش عارف ايه خلي الناس تصلي في المسجد علشان المسجد يقوم بدوره ما فيش معنى بعد ذلك لما جلس مع بعض الشيعة في المدينة المنورة غير فكرة وبدأ طريق الضلال الدولة قبل الأمة الدولة قبل الأمة يبقى محتاجين عنف محتاجين أن نستعمل السلاح إكراه بقى يعني يبقى فيها بلاوة كتيرة من ضمنها أنه أتل الخزندار وأتلوا أنه أراشي باشا وأتلوا 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 وسلم زاكي وإلى آخر وعلي ماهر إذن مصيبة سودة هذه ولذلك كان محمد عبدو منفصلا عن جمال الدين الأفغاني ورافضا له في هذا المجال هنجد مشروع محمد عبدو منال إصلاح والتجديد له أثر كبير في الأزهر وهو قد وصل إلى منصب الإفتاء من ناحية ووصل أيضا إلى المجلس الأعلى في الأزهر المجلس الأعلى في الأزهر كان لابد فيه أن يكون المفتي بعد كده بقى بعد 1961 والقانون الجديد لم يعد المفتي عضوا بموجب القانون وبصفاته في المجلس الأعلى للأزهر لكن في هذا المجال كان القانون ينص على تشكيل المجلس الأعلى للأزهر ووجود المفتي فيه الإمام محمد عبدو كان إماما ملكيا لكنه لابد أن يفتي بالحنفي ولذلك بدأ فيه فكرة الاختيار الفقهي وكانت واضحة أمامه لما جاءتوا فاتوة ترنسفال ترنسفال دول اللي هما جنوب إفريقيا جمع العلماء الأربع على المذاب الأربع وعطاهم الفاتوى علشان كل من يقول من جهته ويبدأ فك قضية الالتزام التام بالحنفية تبدأ تفقق الكلام ده كان عند أسعد فندي شيخ الإسلام في القرن 19 وكان عند الشيخ دمهدي العباسي بوادر له لكن جهه الشيخ محمد عبدو ابتدى يطبق الاختيار الفقهي من ضمن القضايا الإصلاحية أنه وجد أن اللغة التي دعا إليها المرتضى الزبيدي هناك المرتضى الزبيدي مائة 1205 هجري وإحنا دلوقتي في بداية القرن 1317 وخمس سنين كمان مات بعدها يعني 22 مات سنة 22 1300 مرتضى الزبيدي لما دعا دعا إلى أن المشروع يجب أن يتضمن عودة اللغة لأن اللغة والفكر وجهلنا عملات واحدة محمد عبدو تبنى هذا وبدأ بقى ينشر نهجة البلاغة لسيدنا علي بن أبي طالب بدأ ينشر أسرار البلاغة للجرجاني بدأ ينشر الكتاب بتاع الجرجاني الآخر بدأ ينشر المقاصد للشاطبي بدأ باللغة العربية مفردات وتركيب وبلاغة ويهتم بها اهتماما بليغا حتى يعيد هذه اللغة إلى مكانتها ودورها فيستطيع الناطق بها أن يفكر تفكيرا مستقيما هو عايز الفكر في النهاية القضية الأخرى هي مناهج التعليم أيضا اهتم بمناهج التعليم محمد عبدو له تقريران تقرير عن القضاء الشرعي وتقرير عن التعليم التقريران دول بيمثل ثمرة مشروعه التجديدي تقرير التعليم بدأ يقول لا هذه العلوم التي ندرسها لابد فيها من إدراك الواقع ولذلك لابد أن تكون هناك علوم مساعدة غير الاثناشر علم اللي بندرسهم في الأصل في التعليم اهتم ببناء المدرس في التعليم اهتم بالأركان الخامسة بتاع العلم وكان تقريرا ماتعا مهما ومهم الغاية دلوقتي على فكر لأنه يتكلم عن أساسيات تتعلق بتطوير التعليم واقعا وفكرا تقريره عن القضاء أيضا كان تقرير نشأ بعد كده منه حتى بعد وفاة إنشاء مدرسة القضاء الشرعي ومحاولة بناء القاضي المبتهد أسسان فضلتك بعد الفاصل نشوف إزاي الإمام محمد عبدو كان مؤثر وملهم في زملائه وفي عصره وفي تلاميذه لدرجة أن في عدد من الآئمة والعلماء والشيوخ الأظهر الشريف هم من تلاميذ الإمام محمد عبدو فكيف امتقل تأثيره وعلمه إلى هذه الأجيال المتتالية أسسان حرج بعد الفاصل إن شاء الله أرجوكم وحلكم معنا تستطيع أن تميز أهلها بوجوههم الباسمة الطيبة وبكرمهم فهم أحفاد الإمام محمد عبدو قرية محلة نصر التابعة لمركز شبراخيت من محافظة البحيرة تلك الرقع الطاهرة التي شهدت مولدة أحد كبار دعاة التجديد والإصلاح الإمام محمد عبدو طبعا طرق أصار جاندت البلد دي فجميع الأجيال والترسل بعد دي تورس هذا المبدأ الذي كان يريد أن ينشره فعندما ادخل القرية تجد لافتة مدون عليها اسم الإمام محمد عبدو ترشد من يريد الوصول إلى مصقة رأس الإمام الجليل وعلى الطريق يصادفك مدرسة إعدادية بمجرد أن تتخطى بوابتها تجد تمثالا لوجه الإمام وسط الفناء اختارته إدارة المدرسة لكي تحفز أجيالها أن يخرج من بينهم إمام جليل وعلى بعد خطوات من المدرسة تجد مكتبة الإمام محمد عبدو والتي تحتوي على مجموعة من الكتب الهامة وأبرز مؤلفات الإمام الراحل والتي يأتي إليها أطفال القرية للقراءة والاطلاع ولم يكتفي أهل محلة نصر بهذا فقط بل أساسه مسجدا يحمل اسمه كتوثيق وتأكيد بأن الإمام محمد عبدو عاش هنا وجد الترحيب بفضيلات العلامة الأساس دكتور علي جمعة أهلا بكم وعلا أهلا وسهلا أهلا بفضيلاتكم أولا أعايز أتوقف عند فكرة أن الإمام محمد عبدو حينما نجاهز لها هذه الحلقات نجد بأنه دائما نقف عند أي إمام مجدد نقرأ جملة أنه تتلمز على يد الإمام محمد عبدو عدد كبير من العلماء ومن شيخ الأظهر الشريف يعني ما السبب ما الذي جعل الإمام محمد عبدو بهذا القدر من التأثير في أجيال كثيرة متتالية الحقيقة أن الشيخ محمد عبدو حينئذ كان مدرستان مدرسة تريد الحفاظ على الماضي بتراثه بأحواله دون أي تغيير لدرجة كبيرة لدرجة أنهم اترضوا على دخول الحنفية الصنبور ده في الميضة الحنفية بطل مياه؟ قالوا لا إحنا في مجرى مياه كده ومجرى المياه في بزبوس كده هو يسقط منه المياه له السليل إحنا موقدين على كده يعني ثارت شيخ محمد عبدو إلى هذا التمسك الذي لا علاقة له بالشريعة والذي لا علاقة بل بالعكس الصنبور ده أو الحنفية يعني بتبقى أنضف وأكثر صحة وإلى آخر ونجح في هذا وغيره ولكن كان يقول لرشيد رضا أني ألقيت جذوة في الأظهر ستظهر بعد عشرين سنة وهو بيكلمه الكلام ده في أول القرن 1901-20 تلاتة حاجة زي كده بعد عشرين سنة لما تشوف بعد عشرين سنة حصل إيه بعد عشرين سنة الشيخ المراغي تلميزه بقى شيخ الأظهر صحيح بعد عشرين سنة وأكثر بدأ الشيخ مصطفى عبد الرازق تلميزه أن يكون شيخا للأظهر بعد عشرين سنة واهجز إذن نحن أمام شخص لا يريد المنظرة ولا يريد أن يرى ما يفعل في حياته لا ده بيعمل للمستقبل وبيعمل أنه الكلام ده لازم يتغير ويتغير لوجه الله كثير من الناس لا يدرك هذا ولا يدرك حكاية وجه الله ده هو عايز يصبح كاهنا للقديم كاهنا للقديم يعني هنعيش الزمن الماضي هنسحب الماضي على الحاطر الشيخ محمد عبدو لا تخلص من هذا واستطاع وذلك حتى كمان سافر كتير سافر فرنسا وسافر لبنان وسافر يعني سافر أماكن كثيرة أنا آسف بمنظمة السفر جملته طبعا الأشهر هو هناك بيقول وجدته هنا إسلاما بلا مسلمين وفي ديار الإسلام وجدته مسلمين بلا إسلام يعني واضح أنه كان يعني في قلبي غصة من العالم الإسلامي وقتها أو من أحوال المجتمعات وقتها الحقيقة إن إحنا بحثنا في كل الجرائد وفي كل الكتابات الموثقة وفي كل كتب الشيخ وفي كل ما نقل عنه لم نجد هذه العبارة مش منسوبة إليه خلص؟ إطلاق النهاء البتة وده من الحاجات اللي كويس أن أنت أثرتها لأنه يحكي عنه أشياء غريبة عجيبة لكن إحنا وثقنا كل ما صدر من الإمام محمد عبدو ولم تكن فيه إطلاقا هذه العبارة ويبدو أنها لأحد غيره أصلا جملة شهيرة ودائما تقار شهيرة ومتدولة وكل حاجة ولكن ده مما شاع من الأحاديث الغير الصحيح يعني مش الإمام محمد عبدو اللي قالها لما سابقا لا مش الإمام محمد عبدو شو خلكوا حد تالي أو إمام تالي لكن الإمام محمد عبدو بحثنا عن هذه الكلمة يعني بحث تام واستقراء تام في كل المصادر والروايات وكذا إلى آخره فلم تكن فيه هذه العبارة فده يعني من الجيد أن نحن نذكره في هذا البرنامج أشكر حضرتك على قومة بعض التصوير الإمام محمد عبدو أصيب في نهاية حياته ومات سنة 1905 بالكنسر أو بالسرطان ومات في الأسكندرية رحمه الله تعالى وبعد ذلك بدأ المدرسة بتاعته تتسع يعني فيه تلامزة مباشرين وفيه تلامزة التلامزة وبقت المدرسة بتاعته تتسع وأصبح منهم الشيخ شلتوت مثلا يعني فاتسعت مدرسته التي تركها والإمام محمد عبدو في مشروعه الإصلاحي التجديدي اتصل بالجماهير عن طريق الجمعية الخيرية الإسلامية اللي فتحت مدارس واللي عمل التكافل اجتماعي واللي قامت بدور كبير جدا في خدمة المجتمع والناس كان محمد بخيط المطيع رحمه الله تعالى كان يقول ترك فراغا لا يسده بعده أحد نعم ترك فراغا لا يسده بعده أحد فدول الناس الفهمين الناس الوطنيين الناس العلماء الأفاضل بعد ذلك الأزهر تكريما له أطلق اسمه على قاعة أو أكبر قاعة في جامعة الأزهر في صورتها القديمة كليت الشريع وصور الدين واللغة العربية في بجوار الأزهر الشريف وهي المنطقة التي يعني كانت فيها الكليات الشرعية الأساسية في الأزهر فأطلق على هذه القاعة قاعة محمد عبد وأصبحت هي القاعة الأساسية لحين بناء الجامعة الجديدة في مدينة نصر كل هذه الرحلة وكل هذا التقدير وكل هذا الزخم في حياته إلا أنه مات صغيرا يعني هو موليد تسعة واربعين ألف وثبنمائة تسعة واربعين ومات ألف وتسعمائة وخمسة عن ستة وخمسين سنة مضبوط الشيخ محمد عبده قدم استقالته في مارس سنة خمسة ألف وتسعمائة وخمسة ومات في مايو فمحدش يعرف المعلومة دي كتير لأن الاستقالة لم تقبل يعني الاستقالة لما راحت لم تقبل يعني هنشد المفتي ونحط مين والحجاة والرواية هو زعلان ليه هو كذا كان هو سافر اسكندرية مع مرضه بالمرض عفى الله الجميع منه مرض الزرطان ومات في الأسكندرية في مايو قبل أن تقبل الاستقالة أو يبت في شأنها فأهملت كأنها لم تكن لأنها فعلا لم يترتب عليها أثرها فرحم الله فضيلة الإمام رحمة واسعة لدرجة أن كثير كثير من الناس يفتكروا تولى ما الشيخة الأزهر لا اللي كان متولى ما الشيخة الأزهر حينما مات كان الشيخ الببلاوي وكان نقيب الأشراف الشيخ الببلاوي لكن الشيخ محمد عبدو طور كثيرا في مناهج التعليم أصلح كثيرا في الإدارة واهتم بكل ما ذكرناه بارك الله فيكم فرد دكتور شكرا لك شكرا لفضلتك شكرا جزيلا شكرا لفضلتك شكرا لفضلتك